وساطة أمريكية بين حكومتي الشرق والغرب الليبية ريتشارد نورلند السفير والمبعث الأمريكي لدى ليبيا يكشف عن مكالمات هاتفية أجراها مع فتح باشاقة وعبد الحميد لدبيبة ونتج عنها التزام الطرفين بالتجنب العنف وإيجاد طرق لتهدئة الموقف أعقاب اشتباكات طرابلس الأخيرة الوسيط الأمريكي كشف عن تفاصيل الحديث ومنها مخاوف باشاقة من تعرض حقوقه في التعبير السياسي للتهديد من قبل الجماعات المسلحة ومخاوف لدبيبة من خطوات اعتبرها مزعزعة للنظام العام رأى الوسيط الأمريكي أن خلافات الطرفين تكمن في موضوع شرعي الذي لا يمكن حله إلا بالانتخابات ريتشارد نورلند أكد أنه ناقش مع الشخصيتين الخطوات الممكنة لاستعادة الزخم نحو الانتخابات في أقرب وقت ممكن وأن باشاقة اتفق معه على الحاجة إلى العمل معا لوقف الاضطرابات وأن يتم حل المشاكل الليبية بشكل مرضي ومن غير الممكن أن يبقى الفساد والمفسدين يوما مصلحين وشدد على الحرص على أمن الليبيين وانتخابات حرة نزيها بالتزام مع هذه الوساطة والتي تم الكشف عنها هنا تربعت ليبيا على طاولة مجلس الأمن في هذه الجلسة أكد خلالها المندوب الفرنسي أن توترات بين الميليشيات تدل على وضع خطير في ليبيا بالتالي من الضروري التوصل إلى حكومة موحدة لإجراء انتخابات في ليبيا أو في جميع أنحاء ليبيا في المقابل اتهم من دوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة قوى دولية دون أن يسميها بتعطيل إجراء الانتخابات بسبب عدم ضمان نتائجها وأنها لا تخدم مصالحها الضيقة أوضح أيضا أن هذه القوى تضع حلولا غير واقعية للأزمة عازيا معاناة اقتصاد بلاده بسبب التدخلات الدولية كما يرى ووجه هنا وخطابه لمجلس الأمن وأنه لا يعول على مواقفهم المنقسمة نتابع الرسالة الليبية لمجلس الأمن ماذا جاء فيها رغم هذه الجلسات عن ليبيا التي أصبحت تعقد شهريا لازال يقف مجلسكم عاجزا نتيجة الانقسام الذي يعانيه بل أصبحت الإحاطات التي نسمعها مكررة ودون فاعلية وكأنها نشرات إخبارية مقدمة من إذاعات دولية مختلفة مليئة فقط بعبارات القلق والإدانة والاستنكار وكما ذكرت زميلتي سفيرة نرويج مونة أن الشعب الليبي سأم هذه الجلسات وفقد الأمل فيها وأقول ليس فقط الشعب الليبي بل شعوب العالم بصفة عامة يأست من هذه الجلسات والتي لا تفضي لأي نتيجة فاعلة وحتى الآن وعلى سبيل الذكر لا الحصر منذ بدء الأزمة في ليبيا تم عقد أكثر من 172 جلسة في مجلس الأمن وصدر 27 تقرير أممي و19 تقرير لفريق الخبراء و23 تقرير للمحكمة الجنائية الدولية وما هي النتيجة؟ لا شيء وبخلاف سلسة العقوبات التي صدرت ضد ليبيا وبعض الشخصيات في 2011 هل سمعنا بعدها عن أي عقوبات ضد دول أو أفراد ممن عرقلوا أو انتهكوا قرارات هذا المجلس؟ هل سمعنا عن نتائج تحقيقات بعثة تقصي الحقائق وليجان حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية الدولية ضد انتهاكات أو جرائم الحرب؟ للتذكير مطلع مارس الماضي كلف مجلس النواب الليبي حكومة جديدة يرأسها فتح باشاغة لكن الحكومة المنتهية الولاية برئاسة عبد الحميد لدبيبة رافضة تسليم السلطة ومانع حكومة باشاغة من دخول طرابلس وهو ما دعا الأخير لاتخاذ مدينة سيرت مقرر لحكومته هنا الخلاف الليبي أنتج أزمة سياسية مما دعا الأمم المتحدة لتسيير حوار بين الأطراف الليبية لوضع قاعدة دستورية تقود لإجراء انتخابات